بحضور نحو مئتي طالب وطالبة ممن استفادوا من هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية احتفل الاتحاد الأوروبي بمرور ثلاثين عاما على برنامج إيراسموس والذي يعتبر أكبر البرامج التعليمية لدى الاتحاد حيث استفاد منه حتى الآن نحو تسعة ملايين طالب حول العالم نحن هنا اليوم للاحتفال بمرور ثلاثين عاما على برنامج إيراسموس وهو برنامج تبادل أكاديمي يشجع الطلبة على السفر إلى الدول الأخرى وتطوير مهاراتهم وفلسطين هي شريك جيد في هذا المشروع حيث لدينا أكثر من ألف طالب ذهبوا هذه السنة إلى أوروبا للدراسة إضافة إلى ثلاثمائة وثمانين أوروبي جاءوا إلى هنا من خلال البرنامج البرنامج بدأ في العالم من ثلاثين سنة في فلسطين من تسع سنين بدأنا بمشروعين والآن انتهينا بحوالي سبعة وثلاثين مشروع بسبعة وثلاثين مليون يورو تقريبا وبدأنا بحوالي خمسين موبيليتي حراك طلابي وأكاديمي والآن عنا ألف وثلاثمائة للسنة هذه الحالة ففي تقدم وإنجاز واضح ونحاول نستفيد أكثر من هذه الميكانيزم التعليم أولا وتعرف على ثقافات دول أوروبا ثانيا هذه هي أهداف كل من سعى للحصول على منحة إيراسموس للتبادل الطلابي والذين وصل عددهم في فلسطين وحدها نحو 1400 خريج منذ انطلاقة البرنامج قبل تسع سنوات كان في عندي هدفين والحمد لله اتنين حققتهم الهدف العلمي أن ترك الحصول على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع والقسم الآخر أني تمكنت من التعرف على ثقافات أخرى من التبادل الثقافي سواء مع البلد المضيفة التي هي بولندا وكمان مع دول أوروبا الأخرى لأنها يمنح من الدول الاتحاد الأوروبي الحمد لله رب العالمين أنه قبلوني وطلعت وحتى هناك يعني كثير حاولت أنه أبرز أنه إحنا الشخصية الفلسطينية قادرة وأد المسئولية وتعتبر وزارة التربية والتعليم برنامج إيراسموس أحد أهم البرامج التي يستفيد منها طلابها وجامعاتها حيث استطاعت من خلالها بناء جسور من الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل بين طلبتها والطلبة في الدول الأخرى لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور دون الاحتكاك بالعالم الخارجي وتلمس الثقافات الأخرى والوصول إلى عمق العلاقة القائمة على التبادلية العلمية والمعرفية وبالتالي نحن نعتز بهذا البرنامج ونعتبر أن هذه كنت خطوة بالاتجاه الصحيح سفاد منها عديد الشباب العرب وأيضا الشباب المتوسطي وشباب فلسطين بالدرجة الأولى يشار إلى أن برنامج إيراسموس هو برنامج واسع النطاق يتيح المجال أمام الدول الواقعة ضمن الجزء الجنوبي من حوض البحر الأبيض المتوسط والمناطق الأخرى للمشاركة في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة في الدول الأوروبية حيث تبلغ موازنة البرنامج وفقا للاتحاد نحو 15 مليار يورو من مدينة رامالله وفا عاروري تلفزيون وطن